تكلمنا المرة اللي فاتت عن الفور لوب تكلمنا ازاي نتعامل معاها والكونديشنز بتاعتها المرة دي احنا برضو هنكمل عليها وهنبتد نتكلم مع لوب تانية هي الوائل لوب تعالوا نشوف مع بعض هنتعامل معاها ازاي هنفتح هنا عندنا كود عادي خالص ونيجي نكتب امر او كونديشن جديد اللي هو الوائل اول ما بتكتبه بتلاقيه بياخد اللون الاخضر ده انديكيتور كان نفس اللي حصل لما كتبنا الفور فده معناه ان هي لوب اللي هنا مفروض انت تقدر تحط اي كونديشن بمعنى ايه لو انا هقوله ويل اي حاجة بتحصل بتحقق من الشرط ده لو الشرط ده بيحصل نفذ مجموعة الاوامر اللي انا حطتها جوه الوائل لوب طب ده يختلف ايه عن الفور الفور كانت محددة بثلاث محددات كان فيها انشياليزيشن اللي هو المكان اللي بنتدي منه وبعدين الكونديشن وبعدين بنانكريمنت او نديكريمنت لو احنا عايزين ننزل لتحت طيب الوائل بقى ايه الوضع؟ الوائل هنا انت بتحط كونديشن واحد واخوردنج للكونديشن ده بينفذ مجموعة الخطوات اللي جوه تعالوا ناخد مثال لو انا مثلا سميت عندي فاريبل سميته VAR مثلا تعالوا نعرف الفاريبل ده نخليه مثلا انتجر اقول للاردوين وروح جزلي مكان في الممري عندك خد مساحة انتجر وسميه فاريبل VAR وهنحط جواه قيمة صفر هاجي بعد كده اقول له طيب انا عايزك تتشيك على كونديشن معين ويل الفار ده طول ما هو اقل من متين هتنفذ مجموعة الاوامر اللي تحت فيقعد ينفذهم وبعدين في الاخر انا حطيت له فار بلاس بلاس اللي هي زي ما انت كنت تفاكرين في الفور لوب كيف موجودة جوه بين براكتز كنا بنقدر نزود الاي بلاس بلاس اللي هو ايه؟ انا النهاردة دخلت كده الوايل لوب دخلتها والخي ما بتاعتها كانت صفر فبصيت على الكونديشن اه الصفر اقل من المتين تمام صح ابتدي نفذ مجموعة الاوامر اللي جوه الوايل لوب بعدها هتيجي هنا عند الفار بلاس بلاس الفار بلاس بلاس دي بتتكسر ازاي؟ كإني بقول الفار بتساوي فار بلاس ون لحظة لحظة ايه اللي انت كاتبه ده؟ هالمنطقي اللي انا كاتبه ده؟ اه منطقي في عالم الكمبيوتر مش منطقي في عالم الرياضيات فيش حاجة اسمها في الرياضة الفاريبل نفسه بيساوي الفاريبل مضاف عليه واحد كده المعادلة دي فيها حاجة غلط لكن احنا هنا في الكمبيوتر الوضع مختلف تماماً هنا انا مش بتعامل مع الكمبيوتر على انه اداة رياضية طب ايه؟ تعالوا نفهم وراها ايه المغزى من الكلمة دي؟ تخيلوا ان كلمة فار دي ده عبارة عن شنطة ملهاش مش محدد جواها ايه اللي جواها فانا الشنطة دي انا اقدر احط جواها اي قيمة انا عايزها فانا هاخد اللي انا بقوله له ايه؟ بقوله افتح الشنطة اللي اسماها فار حط فيها بقدم هي جات بعد equal حط فيها اللي جواه كيمية الفار اللي هو المراضي هنا هو صفر وزود عليه واحد فبقت الفار دي بقى فيها صفر زائد واحد اللي هو واحد تاني مع بعض لو انا عندي الفار ده لتساي انه هو بخمسة مثلا هاي هتشك هنا الكونديشن هلاقي انه هو قال المتين صح هينفز مجموعة الاوامر بعدين هاي عند الفار بلاس بلاس دي بتتكسر كالادي بقوله الفار اللي هي الشنطة اللي احنا بنتكلم عنها افتحها حط جواها القيمة اللي جواه الفار اصلا اللي هي الخمسة زود عليها واحد فبقت ستة وهكذا نراجعين تاني جوا اللوب الوايل اللوب هتبتدي تاني من عند ايه؟ ان الفار اللي هي بدلوقت بقت بستة اقل من متين اه صح نفس ده وبعدين نزود عليها واحد وهكذا نفضل في اللوب دي لغاية مثلا متين مرة وعلى حسب بقى انا ايه الاكتيفتي اللي انا عايز اعمله من ضمن الحاجات المشهورة مع الوايل ان انت ممكن تحط condition ما بينتهيش يعني انا لو عايز اعمل لوب تفضل طول الوقت شغالة ممكن احط condition اصلا طول الوقت هو valid يعني مثلا لو الفار بدل ما هي اصغر من تبقى اكبر من وتبقى مثلا زيرو مثلا فيبقى عندي ساعتها ها الفار هتفضل مكملة forever كده كده وفيه اكتر من طريق الدا وبكده احنا شوفنا ازاي نتعامل مع الوايل لوب وهنشوف ازاي بعد كده نقدر نستخدمها في الطبقات اللي جاية شوفكم الفيديو اللي جاية